بما أن في ناس كتير بقى بتبقى قلقانة من أنها تاخد حاجات وتبقى دايما قلقانة أي بروديكس بما أن في حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة خلينا نتكلم في الأمان الحاجات الترشحية هلنا آمنة من خلال برنامجنا في مهارات عظيمة وحاجة محترمة وحاجة تجربت وحاجة ناس جربتها وبالفعل إحنا هنتكلم عنها النهاردة آمنة ومرخصة وموجودة في الصيدلية وفي نفس الوقت إحنا ما بتأثرش على المخ ولا بتأثر على حاجة حاجة ناخدها كده صحية كلمينا بقى النهاردة عنها من أأمن المنتجات أو المكملات الغذائية اللي بتقدر تعمل كذا حاجة هتخسسني هتتحكم في معدل الشبع هتقلل الشراهة بتاعتي بتاعة الأكل وتحرق لي الدهون والنشويات وما بتشتغلش على المخ دي أهم حاجة دي أهم حاجة ومرخصة من وزارة الصحة المصرية هو بيستا بيستا من أقوى المكملات الغذائية اللي نزلت موتوفر في الصيدليات طبعا وموجود في السوق المصري من أقوى المكملات الغذائية ليه لأنه مصدر غني بالألياف على طول منقول عايزين نخس كله ألياف كتير الألياف من أهم الألياف اللي موجودة داخل بيستا الشفان والسليم وردة الأمح بيستا عبارة عن ساشتس كياس طعمها حلو قوي بتطعم التفاح اللي عنده شراها في الأكل بالنسبة للست أو الراجل بيأخذوا الكيس ده يدوبوه على كوباية مية كبيرة ويشربوها قبل الأكل بنص ساعة هيعمل إيه بيستا الألياف اللي فيها تنزل المعدة وتبتدي تاخد حيز كبير بتمتص المية وتاخد حيز كبير فلو أنا أجعانة جدا ومركزة أن أنا أخلص الطبق ده كله باخد بيستا عشان أنا مش حايزة أكل كتير زيادة عن المعدة الحرق بتاعي باخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة هلاقي أن أنا باكل ربع الكمية اللي أنا باكلها بلس أن أنا بفضل شبعانة على الأقل أربع ساعات على الأقل لأن رادة الأمح ما بتتهدمش بسرعة تاخد وقت تاخد وقت فطول الوقت بحيز أنها بشبعية الألياف دي بتعمل إيه بلس أن أنا عندي كروميوم داخل بيستا بيزبط لي نسبة الدم الكوليسترول في الدم بيزبط لي نسبة السكر في الدم عندي الكروميوم كمان وردة الأمح بتزبط لي عملية الهضم وحركة عشان كده أحيانا بعض الناس اللي عندهم إمساك بيحبوا ياخدوا بيستا لأنه بتسهل معهم عملية الإخراج جدا كويس بيستا مرخص من وزارة السحة موجود في السيداليات وموجود عن طريق الشركة بايو ناتشرل اللي أرقامها ظهرة على الشاشة وليهم صفحة بايو بيستا برضو اللي عايز يدخل ويشوف المنتج ويقرأ عنه أكيد 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 المعدة المصرح بيه من 2 ساشة ماكسيمام 3 ساشة في اليوم لو أنا بفطر في طر خفيف أنا مش محتاجة أكل بيستا بيستا مهم قوي لو باكل أكلة تقيلة وبعض الناس بتلاقي بالليل أنت عارفة تلفزيون وفيلم طول الوقت أنا عايزة تاك 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 فإزاي أقدر أقل ده إن أنا حتى بالليل أخذ ساشة عشان حتى لما أجي تعشى محسن مقنن مقنن وبلاش الرمرامة تمام